مركزي ويعقد جلسة لحل هذه المشكلة أولا دعني أطرق لموضوع محساس جدا جدا أنا كنت أتمنى من الشخصيات العامة والقائمين عن المواسات السيادية مثل مجلس الرئاسي كشخصيات عامة أو كسام سيادية أو كمواسات سيادية مثل المحافظ أو مثل سيدة رئيس الديوان في الدولة الليبية كنت أتمنى أنهم يبتعدوا عن إطلاق الاتهامات عبر وسائل الإعلام حتى لا ينعكف ذلك سلبا على ثقة المواطن الليبي بهذه المواسات مع أنها للثقة من فترة أصبحت في تدعادة وفي أعمية تدبج لها من خبر المواطن لعدم وجود حلول سريعة لمعايشة المشاكل القائمة للمواطنين أو للمواطن الليبي ولعل الآن تواصلنا معكم الآن حول أن إطلاق ذلك وصحة وآثر على الدولة وعلى المواطن هو خير دليل في هذا البرنامج ولهذا أقول رئيس المجلس الرئاسي حسب وجهة مدريب خاصة عندما أعلن عبر وسائل الإعلام أن المصرف المركزي يتلقى أو يتباطى في حل أزمة السيولة الورقية النقدية وهو بذلك يحاول نقل تحمل المسؤولية في هذه المثلة التي أعلن عليها في السابق طبعا أنه من ضمن الأشياء اللي دخل بها البرابلس أنه عند حلول بحل أدة الزمان التي من ضمنها أزمة السيولة هو الآن يحاول نقل أو يحاول تحميل المسؤولين